سابقاً تعلمنا الفعل المضارع how to make the present tense verb and we talked about the ing in Arabic depends on the planar جملة اليوم هذان الطالبان يتعلمان مع المعلم في المدرسة هذان الطالبان يتعلمان مع المعلم في المدرسة خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً جميعاً صباح الخير أو مساء الخير أنا عز الدين وأنتم تشاهدون تعلم اللغة العربية مع عزد كيف حالكم اليوم الجمعة اليوم الجمعة We talked about the ending of the words and how we used it in Arabic in different ways to identify the dool and plural and we said that in it depends on the gender also اليوم سنبدأ بالتعبير على الجمع لذلك نتحدث عن دوائق الجمع المسكولي ومسكولي ومسكولي جمع مذكر سالم تعرف المنظر جمع ومذكر جمع يعني لغير ومذكر يعني لغير سالم ليس لتعبير لكنني أريد أن تفهمه كبير لذلك المنظر الجمع جمع مذكر سالم سواق مثل المنظر جمع فمسكولي وتحدث عن دوائق جمع مؤنث سالم سواق مثل العام المنظر جمع ومع لدينا شخص جمع جمع تكسير صحيح لا هذا الشخص غير تصل نملع تأكسير 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 يعني لتعبير لذلك أسمع تأكسير لأننا نقذ لتعبير وصعد لماذا تعرف أهتك؟ فعلم هذا بعد الشدف يرغب أعلم أيضا السابق لدينا تتعرف جميد عن الكلام فقط فقط تجهي و لا تتماهي هم أربع مجبور ثلاثة المجبور ثلاثة المجبور وفلق الجمع سلم لغاية المجوم إذا كان أخصف جمع المجوم يجب أن يكون المجمور أنه يبالish وإنسان بالنسبة لعبة الدولية لديها العبور إسم والمؤنث للعبة الأهمية والعبة الأهمية يجب أن نكون كامل نحن لا نحن نترى للملابس كامل ثم نحن نحن نترى للملابس لكننا لا نسترى finde كامل تعالى إنه لا يوجد للملابس كان يوجد للملابس. ما يؤدي، يجب أن تكون هذه الناس لكن هذه شرية يمكنها تكون المناسبة ويأتي في جمع اكسير أغلب جمع مذكر سالم كما قمت بإمكانكم كما قلت بإمكانكم معاكم سأرى مثل في جمع مذكر سالم معلمون جمع مبادر معلم اسم مذكر and it is insan , so it is جمع مذكر سالم , regular masculine plural second example for جمع مؤنث سالم , we have معلمات , it is جمع of the word معلمة , so it is مؤنث , واسم , so it will be جمع مؤنث سالم , regular feminine plural as we said we can find some words having the conditions of جمع مذكر سالم , but they are in جمع تقسير and also we can find some words having the conditions of جمع مؤنث سالم , but they are جمع تقسير but in جمع مؤنث سالم , they are less than جمع مذكر سالم , but don't worry about this now , later we will make it easier the third example is for جمع تقسير , and it's a word we talked about it previously , it is قتب , it is جمع of the word كتاب , it is noun , اسم , and مذكر , masculine , but it's not human , it's not insan , so we cannot make it in جمع مذكر سالم , we said in جمع مذكر سالم , we have three conditions , one of them the word should be a human , should be insan , so this word is regular , in the irregular category , this category is irregular because of the ending only , because we have irregular ending , we don't have or add , as in جمع مذكر سالم , and in جمع مؤنث سالم , we don't have a specific ending , but it is a regular group , so it's not تقسير , only because it's not human , but also because it's masculine , because we have some words , they are not human , but they are feminine , and they will be in the regular , feminine plural , جمع مؤنث سالم , just like سيارات , سيارات , سيارات is جمع , or plural of سيارة , but it will not be جمع تقسير , it will be جمع مؤنث سالم , it will be جمع مؤنث سالم , from this video , or from this lesson , we want to understand that we have three categories of جمع , جمع مذكر سالم , و جمع مؤنث سالم , و جمع تقسير , for each one , we have conditions , which are , for جمع مذكر سالم , the word , should be اسم , و مذكر و إنسان , for جمع مؤنث سالم , the word , الكلمة , should be اسم و مؤنث , for جمع تقسير , the word should only be اسم , and as we said before , in جمع مذكر سالم , we have specific ending , in جمع مؤنث سالم , we have specific ending also , in جمع تقسير , we don't have a specific ending , we have different endings , but this should not scare you , because with practice , it will be very easy , . . . . . .